اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه وقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين وأسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء في هذا البرنامج تفتح الهيئة أبوابها ونوافذها لاستقبال مقترحاتكم آرائكم ملاحظاتكم وكل ما من شأنه تطوير القطاع الصحي وخدمات هيئة الصحة التي تقدمها في هذا المجال سواء كانت خدمات دارية أو صحية وأيضا كل ما يتعلق بالغطاع الصحي في مارة دبي فأهلا ومرحبا بكم هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وفي التنسيق معنا لخد شواغ مسعد وفي الإخراج المتألق دائما عيسى سبيل البداية دائما مع مجموعة من الأخبار أهم ما زودتنا به الصحف المحلية والوكالات العالمية في القطاع الصحي أول أخبار نختتم أعمال مؤتمر التنظيم الصحي والسياحة العلاجية في دبي اليوم تختتم اليوم أعمال مؤتمر التنظيم الصحي والسياحة العلاجية في دورته الثانية وذلك تزامنا مع انطلاق المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية الحادي عشر ومشاركة أكثر من خمسمائة عالم وخبير وطبيب في المجال الصحي والسياحة العلاجية يمثلون 29 دولة ومئة وكيل ومنسق من مختلف الجهات والهيئات ذات العلاقة بالسياحة العلاجية طبعا المؤتمر هذا ناقش المعايير والسياسات النظمة للقطاع الصحي في دبي سواء كان ذلك للمهنيين الصحيين أو للمشاءات الصحية والتي تعتبر مرجعني كثير من الهيئات التنظيمية المحلية والإقليمية والعالمية وأيضا تم مناقشة آخر المسجدات العالمية في مجال الصياحة العلاجية وتطبيق معايير ومفاهيم الجودة لتحسين تجربة المرضى إن شاء الله إذا حصلنا وقت خلال سير البرنامج ممكن نشوف مراسلنا فيصل بن فارس إذا كان عنده ملخص عام خلال سير الحلقة شوفوا متى يكون فاضي ممكن نحن ناخذه على الهواء ويعطينا منخص عام عن هذا المؤتمر في خبر آخر دراسة صينية الخل أحدث الصيحات الطبية لعلاج التهاب القولون التقرحي بشكل طبيعي التهاب القولون التقرحي مرض شائع يصيب الأمعاء ويؤثر على بطانة الأمعاء الغريضة والمستقيم فيصيبها بالالتهابات والتقرحات ويسبب العديد من الأعراض مثل ألام البطن لسهال فقدان الوزن وارتفاع درجة الحرارة ونزيف المستقيم كشفت صحيفة الدينيميل البريطانية مؤخرا أن عن أحدث صيحة طبيعية لعلاج التهاب القولون التقرحي وذلك باستخدام الخل وحسب ما أكدت نتائج الدراسة التي أجريت على الفئران وأشرف عليها باحثون صينيون فقد فسر الباحثون الأمر بالإشارة إلى أن المكون الرئيسي في الخل وهو حمض الخليك يساهم في تخفيف حدة أعراض التهاب القولون التقرحي كما أن أعداد البكتيريا النافعة التي تكافح هذه الالتهابات تزداد وأضاف الباحثون أن الخل يساهم أيضا في الحدي من مستويات بعض البروتينات التي ثبت دورها في تدمير طبقة الخلايا المبطنة للأمعاء الغليظة وهو ما يؤدي إلى السيطرة على التهاب القولون التقرحي السكري يتسبب بتباطئ القدرات الذهنية مع تقدم العمر نبه الدراسة الطبية حديثة مرض السكري إلى أن قدراتهم الذهنية تتأثر سلبيا بالإصابة بالمرض خصوصا مع التقدم في العمر وقال باحثون كنديون من جامعة ألبرتا أن السكري يمكن أن يؤثر على وظائف المخ ويسبب طرابا في نوعين من الوظائف الذهنية لدى البالغين في كل فئات العمر وفي اختبارين للوظائف العقلية وهما اللداء التنفيذي وسرعة رد الفعل وجد فريق الباحثين أو وجد فريق الباحثون أن البالغين الأصحاء أدوا بشكل أفضل كثيرا من مرضى السكري على الدراسة روجر ديكسون الذي شارك في الدراسة أن السرعة والأداء التنفيذي للوظائف من المكونات الرئيسية للصحة الإدراكية ويشمل الأداء التنفيذي القدرة على التركيز والاستفادة من المعلومات الجديدة لحل المشكلات ويعطى إجابات متعمقة على الأسئلة وأشار إلى أن التباطل المعرفي لن يكون ملحوظا في معظم كبار السن من مرضى السكري لكنه يبدو واضحا مثل ألعاب الفيديو التي تتطلب رصدا أو استجابات سريعة ودقيقة وقال الباحثون الذين نشروا نتائج دراستهم في دورية نيوروس نيوروس سايكولوجي أن الدراسة أجريت على 41 بالغا تتراوح أعمارهم بين 93 عاما مصابين بالنوع الثاني من السكر و424 بالغا في صحة جيدة طيب شفتولنا فيصل ويانا على الهواء فيصل ولا زي شوفولنا إذا في مجالنا صديفة نأخذ نأخذ بعض الأخبار الخاصة بالأغذية وما نتكلم عن تابعون نقولكم بعض الأطعمة التي تعد صديقة للقلب في دراسة تقول خلصت دراسات عدة إلى أن الأغذية المفيدة لصحة القلب عادة هي الأطعمة الغنية بمضادات الأكسادة وفيتامينات با والمركبة خصوصا بي سيكس بي ثري وفيتامينات سي وإي والألياف والدهون الوحادية التشبع وكذلك الدهون متعددة التشبع بشكل عام فإن السر وراء المحافظة على صحة القلب هو اتباع الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الأطعمة في صورته الطبيعية والابتعاد عن الأطعمة المصنعة قدر الإمكان وبحسب تقرير أورده موقع بولد سكاي المعني بالصحة فإن الأطعمة المفيدة لصحة القلب عادة ما تكون غنية بالأحماط أوميغا ثري دهنية والموجودة بكثرة بالأسماك الدهنية مثل السالمون والماكريل والسردين أيضا اللوز غني بالدهون المفيدة التي تحافظ على مستوى الكوليرسترول المعتدل كما أنه غني بيتامين إي والبروتين والألياف أما البذور بذور كتان فهي غنية بدهون أوميغا ثري والألياف من الخضروات المفيدة للقلب الهليون اللي سمونا أنا هذا ما عرفه بس بحد يعرفه يخبرني الأسباراغوس والفاصولياف فالأول يعد مصدرا جيدا للبيتا كاروتين واللوتين وبيتامين بي وحمض الفوليك والألياف أما الفاصولية فهي غنية بالألياف وفيتامينات بي المفيدة لصحة القلب أما البروكري والفليف الأحمر فهما يحتويان على البيتا كاروتين والألياف وحمض الفوليك وكذلك فيتامينات سي وبي ناخذ المداخلة الحين ولا بعد الفاصل بعد الفاصل نزيل إذن بعد الفاصل بيكون معانا زميل فيصل بن فارس من موقع متمر السياحة العلاجية في دبي ونشوف شو الجديد وشو هي التوصيات اللي خلصت بها هذه التظاهرة السياحية العلاجية العالمية فاصل مستمعين وبعد الفاصل أرجع لكم صحة وسعادة حياكم الله معانا مرة ثانية مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة في هذا البرنامج نطرح مختلف المواضيع الصحية والطبية وأيضا قبل الفاصل المستمعين تطرقنا إلى خبر للحديث عن مؤتمر التنظيم الصحي والسياحة العلاجية في دبي وهو الحدث الأهم حاليا عندنا في الخارطة في هذه الأيام على الخارطة الصحية الزميل فيصل بن فارس يتواجد في هذا المؤتمر فيصل صباحك الله بالخير وياليت تعطينا فكرة سريعة عن اليوم الأخير لهذا المؤتمر طبعا حاليا المتواجد في أرض المؤتمر ولا يزال عدد المشاركين في الزياد محمود البارحة أنا قلت لك صباح الخير صباح نور صباح نور اسمه لي محمود الله يسلامك بالأمس كان حدود فوق الخمسمية مشارك خي محمود واليوم أيضا فيه مشاركين جدد تسجلوا وهذا يعني يدل على أن هذا المؤتمر ناجح من ناحية التنظيم والمشاركين واعتقد أن دبي أصلحت في القريطة العالمية في موضوع السياحة العلاجية والأجمل من هذا أنه كنت تشوف ناس في مختلف التخصصات من الطباء وفنيين والمختبرات وأيضا ناس المعلاقة بالأمور الفندقة والنقل والطيران يعني هذا حفل كبير على فكرة ترى محمود المؤتمر هذا هو عبارة عن مؤتمرين في مؤتمر واحد مؤتمر التنظيم الصحي هو يعتبر في دورة الثانية وأيضا السياحة العلاجية في دورته لدعش رأى المنظمين أنهم يجمعون هذين المؤتمرين في مؤتمر واحد لكي يستفيد من جميع المهتمين بالأمور الطبية والصحية وأيضا في موضوع العلاج أو السياحة العلاجية أنا أخي محمود عندي دكتورة ليلة المرزوقي هي مدير إدارة التنظيم الصحي عندنا بالهيئة وإذا تسمح لي ممكن يعني لأنه يعني هي البسؤولة عن المؤتمر من A to Z وهي الأعلام منه بحيثيات المؤتمر واللي حصل أمس واللي بيحصل اليوم إن شاء الله إن شاء الله صباح خير دكتورة صباح عدل والله لو تقرب المايك من عند الدكتورة يكون أفضل عشان إن شاء الله إن شاء الله طبعا الدكتورة ممكن تحدينا في البداية عن المؤتمر وكيف تخطبتو جبتوه هنا عندنا في دولة الإمارات السلام عليكم أخوي محمود وإذاكم الله خير على هذه استضافة وأصبح بالخير على جميع المستمعين وإذاكم الله خير على هذه التغطية وما قصرت أنتم معانا طبعا المؤتمر مثل ما تضلت أخوي فيصل هو مؤتمر التنظيم الصحي والسياح العلاجي في دورته الثانية بالتزامن مع المؤتمر العالمي للسياح العلاجية في دورته 11 طبعا هنا كان عندنا حفلة الابتتاح اللي شرفنا معادي حميد القطامي يزاهر الله خير وتعاونه الشديد معنا ولولا تعاونه ودعمه لنا ما كنا نحن نقدر نحصل ونخلي المؤتمر هذا بالنجاح اليوم ونشوفه طبعا المؤتمر والحمد لله أمس كانوا المسجلين أكثر من 500 شخص وكذلك كان مع المؤتمر ومصاحب للمؤتمر كذلك معرض للسياحة العلاجية واللي فيهم يايين أكثر من 35 عارض من جميع مختلف العالم ومن المستشفات الموجودة في إمارة البي ويايين من مصر ولبنان وماليزيا وتركيا من تيك دولة تيك ودول الثانية كذلك موجودين معنا بالإضافة إلى العارضين كانوا هناك أكثر من 150 نحن نعني بالهوستد باير هذه الأشخاص المعنيين أنهم يحولون المرضى من بلادهم للدول الثانية فنحن يبنى الهوستد باير هذه الأشخاص ومع العارضين حطينا لهم مثل اجتماعات علشان يتواصلون مع بعض ويتفقون على التخصصات اللي هم محتاجينها واللي يبون يحولون مرضاهم من الدول هذه لإمارة دبي أنا أذكر قبل أننا نسمع مثلا فلان سافر أوروبا والأمريكا يعمل الفحوصات الدورية هل ممكن تكون دبي أيضا وجهة لمثل هذا النوع من الفحوصات أو الاستجمام يعني تكون هي علاج ورحلة في نفس الوقت هل عندنا المقومات اللي تمكننا من أن نستقضب الناس من أوروبا وأمريكا عنهم يون الإمارات ودبي خصوصا يذكر الله خير وخير فيصل على هذا السؤال طبعا هذا السؤال جميل جدا نحن مثل ما أطلقنا سابقا أن إمارة دبي يوم دخلت مجال السياحة العلاجية وهي اليوم مثل ما تفضلت دبي قوية على الخارطة العالمية المراحل الثاني بنضيف التخصصات الزيادة على هذه التخصصات اللي عندنا والفحوصات والولنس كانت من إحدى التخصصات اللي هي موجودة وتحت يعني من أهدافنا والحمد لله حققنا شو تكبير في المجال هذا وأنا أدعو للمستمعين اللي هم يروحون على الوائسايت مانا اللي هو دي أكسج دوت اي وطبعا فيه تطبيق الذكي على الأندرويد وعلى الآيفون وبيحصمون الباقات العلاجية واللي الفحوصات جزء من هذه الباقات العلاجية اللي حدي يحب يستفيد من هاي الباقات دين دكتور ما هي أهم المقومات التي تجعل إمارة دبي أو دولة الإمارات يعني وجهة للعلاج والسياحة في نفس الوقت شو اللي عندنا نحنا غير عن الدول اللي تناقصنا في هذا المجال طبعا دبي معروفة بالسياحة بفترة طويلة جدا نحنا عندنا ماشر الحمد لله المقومات التي تجد بفترة أهل إمارة دبي من البنى التحتية عندنا أطول برج في العالم وعندنا المترو والمراكز التجارية الحمد لله بالإضافة إلى هذه الأشياء نحن يوم أطلقنا المبادرة السياحة العلاجية يضفنا إلى السياحة اللي دبي تتمتع فيها قزء جزء العلاج الحمد لله اليوم نحن عندنا المستشفيات والمنشآت الصحية وعندنا المستشفيات المعتمدة أكثر من 80% من المستشفيات الموجودة في إمارة دبي هي معتمدة عالميا وهذا شيء يعني يريح السائحة العلاجية والإمارة بقصد العلاج وكذلك نحن عندنا دائما أن السائحة العلاجية يومية الإمارة نوفر لأفضل الخدمات الصحية ونركز على تجربة في الإمارة قبل السؤال الأخير بس إذا بتسأل الدكتور أبارك الله فيك يعني في كل مؤتمر ولا في كل هذا تخرج هناك بعض التوصيات وأيضا يعني هل في ملاحظات الجماعة اللي يونه هني في دبي عندهم بعض الملاحظات على البنية الخاصة بالسياحة العلاجية أو عندهم مخططات معينة اكتشفت الدكتور من خلال هذا اللقاء أو هذا التجمع العالمي إن شاء الله دكتور طبعا في عدد كبير من الحضور هم ناس متخصصين في البنى التحتية وفي الأمور الطبية وفي الأمور السياحية يعني كم كبير من المتخصصين هل سمعتوا أي ملاحظات منهم بخصوص أن إذا في ملاحظات ممكن نحن نعملها أو في أشياء ممكن نحن نتجنبها لكي نجعل مثل ما يعني ذكرنا خالفا أن دبي تكون وجهة للسياحة العلاجية طبعا نحن اليوم عندنا 32 متحدث كلهم في المؤتمر السياحة العلاجية ومؤتمر التنظيم الصحي ويعيين من مختلف دول العالم يعيين من دول مجلس التعاون كذلك يعيين من أبريكا وإستراليا والمملكة المتحدة والدول الثانية طبعا هذي لكلهم يعيين بخبراتهم الكبيرة في مجال التنظيم وفي مجال السياحة العلاجية فمن بعض الأمور اللي طرقنا لها في مجال في مجال التنظيم الصحي اللي هو كيف أن نحسن من عملية إزدار الترخيص للمهنيين الصحيين وكذلك أن نظل نتابعهم بالخصوص الترخيص الطبي يعني سابقا كان الطبيب أو المهني أن يضر للترخيص الصحي وبعدين خلاص هذا الترخيص يكون كجزء يعني دائم لكن الآن التوجه صاير أن إذا ترخيص المهني ممكن أن تصير عليه مراجعات مثل ما صاير الآن في الولايات المتحدة أكثر أكثر ما تقدر تختصر إن شاء الله إن شاء الله دكتورة أنا ما عندي شك أن نحن عندنا أنظمة وقوانين جدا متقدمة في موضوع التفظيم الصحي وأيضا عندنا مباني ومنشآت ومعدات وتكنولوجيا جدا عالية في يعني الشيء المهم في هذا الموضوع كيف تقدرون تستقطبون طباء العالميين في إمارة دبي كيف تقدرون تستقطبون أفضل أطباء في العالم على ساس أن يمارسون عملهم من إمارة دبي نعم طبعا نحن النقطة هذه مهمة بالنسبة التائح العلاجي نحن نستقطب الأطباء اللي هم عندهم تخصصات نادرة وتخصصات يعني نقول التخصص فوق التخصص يعني مو بس يكون متخصص في الأطفال يكون متخصص في أمراض الكلة في الأطفال طبعا نحن عندنا سياسة الأطباء الزائرين اللي نشجع هاي الفئة هذه إنها تيمار دبي وكذلك إنه نحن عندنا خدمات الكبار الشخص كبار الشخصيات للتراخيص الطبية بننصر التراخيص في فترة هو جيزة خمس أيام عمل بالنسبة للفئات اللي حاب تستفيد من الخدمة هذه شكرا أخي محمود على تاحة الفرصة وإن شاء الله إذا حصلنا فرصة أخرى إن شاء الله نتواصل إياكم بإذن الله إن شاء الله وكل الشكر للدكتور ليلة المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي على هذا اللقاء والشكر مصولك أخي في إصال عموما شكرا جزيلا عموما عندنا تعطينا خمس دقائق قبل الفاصل ولا ديهتين خلاص نحن نبلش عموما طبعا نحن يا جماعة الخير في الهيئة تم بالإضافة إلى المؤتمرات والأمور التي تسير العملية عملية السياحة العلاجية هناك بعض الجهود الأخرى التي تبذل في مجال تطوير تطوير السياسات والإجراءات لتقديم خدمات أفضل وهذه طبعا إدارة تقنية المعلومات دائما ما تسعى إلى تحقيق مثل هذه القفزات الابتكارية الآن يعني تواجد معايا في السيديو سيد محمد عبد الكريم مدير مشروع إدارة تقنية المعلومات المشروع يعني حاز على جائزة الابتكار في مجال إدارة رحلة المتعاملين اسم النظام نظام إدارة سير المرضى والمتعاملين هياك الله معنا سيد محمد حياك الله أشكرك على الإتضافة أنا بطلب معك بس أتقرب شوي من الماء عشان أقدر أسمعك بوضوح منتاز الآن يعني هذه الجائزة اللي حصلت عليها قبل لنأخذ تفاصيل هليش خدتوها وشو هي خلنا نتحدث عن النظام هذا يا ترى هذا النظام ما الذي أوجده وما هي الطريقة اللي كانت قبله شو الأشي اللي أوجد النظام عرفنا على النظام بشكل عام نعم طبعا بناء على توجيهات الإدارة العلية الهيئة الصحة في دوي بتحقيق على مستوى من سعادة المتعاملين قامت الهيئة بتنفيذ مشروع إدارة رحلة المرضى والمتعاملين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها في إمارة دبي وذلك ضمن أعلى معايير جودة الخدمة العالمية ومن خلال أحدث التقنيات بما يضمن رحلة سليسة وسهلة للمتعاملين والمرضى في الهيئة طبعا أيضا من خلال جميع نقاط توفير الخدمة والتواصل مع المتعاملين والمرضى ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توفير أقصى قدر من الراحة للمرضى والمتعاملين جميل أنتو حصلتوا هذه الجائزة العالمية إذا نصح التعبير فخبرنا عن هذه الجائزة يا ترى لماذا تم منحها لأهيئة الصحة نعم كما ذكرت حالت الهيئة على الجائزة الجائزة هي نعم جائزة دولية ضمن منافسة شملت مشاركة عدة دول حيث أبدت لجنة تحكيم الجائزة إعجابها بالمستوى المتقدم لهيئة الصحة بدبي في مجال الابتكار في إدارة رحلة المتعامل وذلك خلال المؤتمر العالمي حول أفضل التجارب لعام 2016 جي اي اكس 2016 اسمه اسمه والذي أقيمه في إسبانيا برشلونة حيث حضر حفلة تكريم عدد كبير من المختصين وذوي الخبرة في مجال تطوير رحلة المتعامل من اختلف دول العالم طيب يعني أنا ما بغي أدخل وايد في تفاصيل كيف تم المشروع بس أبغي يعرف الأهداف بشكل عام أهم الأهداف التي تسعون لها من خلال هذا المشروع نعم حق المشروع مجموعة من الأهداف الرئيسية والتي تم صياغتها استنادا إلى حاجات المرضى والمتعاملين للهيئة تشمل خفض مدة رحلة المرضى في المستشفيات والعيادات من خلال إعادة تصميم مراحل سيرة المرضى زيادة كفاءة العمل والإنتاجية في الخدمات المقدمة من خلال أتمتة العمل تحسين مستويات رضى المرضى والمتعاملين التوفير إحصائيات شاملة عن مراحل سيرة العمل وأداء الموظفين أيضا توحيد رحلة المرضى والمتعاملين في جميع المنشآت التابعة للهيئة أيضا الاستخدام الأمثل للموارد ومتابعة تطوير الأداء تضمن المرضى والمتعاملين وداء الموظفين أيضا داخل العيادات ومستشفيات جميل طبعا البرنامج وخاطة لخطة تطوير أو مراحل متخدمة تفضل نعم أيضا نحن وفرنا بالأهداف وفرنا رؤية مزة كاملة 360 دقري لرحلة المتعامل لتوفير البيانات ولذلك لدعم اتخاذ القرار بهدف التحسين المستمر المراحل التطويرية لهذا المشروع نعم مراحل في أي مرحلة حاليا نعم حاليا انتهينا من مرحلة تنفيذ وتطبيق النظام عملنا تطبقنا النظام في المستشفيات مثل ما ذكرت والعيادات والمراكز الصحية قمنا بعمل ترابط مع أنظمة CRM وعندنا خطة نحن 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 لتسهيل سير العمل وتتبع حالة التطبيق المتعامل واقع ومتعاملين عدنا أيضا خطة جاري العمل عليها وهي ترابط مع نظام الملف الإلكتروني التعريف بالمريض ونظام موعيد لضمع تقديم الخدمة في الوقت المحدد إضافة إلى توفير الخدمة من خلال تطبيق الهاتف الذكي هي قريبا إن شاء الله قريبا العاجل سنطلقها هذا باختصار جميل جميل السادة محمد عبد الكريم مدير مشروع سير المرضى والمتعاملين نحن شكري لك هذا التواجد أشكركم مبارك الله فيكم واتمنىكم التوفيق طبعا يا جماعة الخير أنا بس باختصار بس عشان أختصر الموضوع إن هذا النظام نظام جميل جدا جيد جدا في تقييم لي أو في تسهيل لرحلة المريض عبر تواجده في العيادات والمستشيات الخاصة بالهيئة سوف ينتقل بشكل سلس وسريع على كل مراحل العلاج من الفحص إلين ما يشوف الطبيب إلين ما يروح الصيدرية إلين ما ياخذ الدوة فهذا هو النظام أيضا الشغلة الرئيسية يعني فيه وايد ملاحظات كانت تتيع على موضوع أن الطبيب والله الأرقام والطبيب يطول مع مريض وما يطول مع مريض آخر فهذه هذه بس ألة بتكون شسم محكومة من خلال التذكرة اللي بيحصل عليها وبيمشي عليها المتعامل فالفكرة الأساسية حتى الأطباء سوف يتم تقييمهم في مسألة لش تأخر هنا وليش خلص المريض هنا بسرعة فبتكون المسألة إن شاء الله تهدف إلى زيادة الإنتاجية والجودة في الخدمة عيسى بس هذا المسج وفاصل بس هذا المسج بو عبد الله يقول أخي محمود لما كنت أقصد في رسالتي أمس من سجفة دبي التابع للهيئة بل كنت أتحدث عن منسجفة خاص في دبي ورسوم العلاج فيها والمبالغ والمبالغ فيها لماذا لا تقوم هيئة الصحة في دبي بتقييم منسجفات خاصة وبجودة الخدمات التي تقدمها مقارنة بالرسوم العالية التي تأخذها طيب عبد الله أنك تتمنى لو قريت رسالتك ودكتور ليلى معانا على هو كنت سألتها هذا السؤال لكن على حسب معلوماتي أنا البسيطة هناك تصنيف قامت به إذا نظيم الصح في هذا المجال بتقييم المستشفيات ووفق هذا التصنيف يتم يعني تسعير الخدمات التي تقدمها تفاصيل هذه المسال إن شاء الله من أطرحها في حلقات قادمة من أعطيكم إياها بالتفصيل ونستضيف حد من إدارة التنظيم الصحي على أساس يحدثنا عن هذا الموضوع شكر لك بعبد الله وفاصل المستمعين ونرجع لكم إن شاء الله صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة في هذا الجزء نستقبل فيه يعني رسائلكم واتصالاتكم على الأرقام التالية للتواصل معنا على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة وعبر الرسائل النصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة طبعا هنا نحن أتكلم على الموضوع الخاص فينا في هذه الحلقة وهو موضوع مركز دبي لإعادة التأهيل ويسعدني استضافة الأستاذ عصام علي الميخي أخصائي أول مركز دبي لإعادة التهليل حياك الله معنا سيد عصام الله يحييك مستعنس اليوم ما شاء الله دائما الحمد لله الحمد لله سيد عصام نحن نرحب فيك في السوديو معنا ونريد أن نتحدث عن الخدمات التي قدمها مركز دبي لإعادة التهليل يا ترى ما هي أبرز الخدمات التي تقدم من خلال هذا المركز المتطور بسم الله الرحمن الرحيم أول شي شكرا على الاستضافة يتميز مركز العلاج الطبيعي أو مركز دبي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل أنه مركز تأهيلي متكامل يعني لما يكون في أي إصابة أو أي إعادة أو أي برنامج تأهيلي من أي نوع يعني برامج التأهيل كثيرة فالمميز بهذا المركز أنه ضم أغلب أو كل برامج التأهيل اللي ممكن أنه هو يحتاجها المريض أو المراجع يعني بداية بالعلاج الطبيعي طبعا العلاج الطبيعي يتضمن علاج طبيعي اللي هو إعادة تأهيل إصابات الكسور والعمليات إصابات الملاعب زائد إعادة تأهيل لإصابات العصبية إعادة تأهيل للأطفال إعادة تأهيل المائي في عندنا كمان اللي هو النطق وفيه اللي هو إعادة تأهيل نفسي جميل وفيه في المركز أنا توني يعرف أنه في عندكم إعادة تأهيل نفسي بعد كذلك في الخدمات نعم نعم هذه شغلة مهمة مهمة جدا لأنه أغلب المرضى أو في مرضى بيكون الجانب النفسي هو سبب يعني هو سبب الداء سواء كان المرض العصبي هو اللي أدى أنه يصير فيه مرض نفسي ولذلك البني آدم يصاب بالإحباط فبيصير عنده الهمة ضعيفة أنه هو يتابع لأنه الإصابة العصبية سواء الشلل النصفي أو إصابة العمود الفقري أو الإصابات الأخرى اللي تأدي إلى الشلل المتابعة فيها لازم يكون فيه همة وعزيمة إلى جانب الدور اللي بيكون فيه أخستائلالاش طبيعي فالمريض نفسه لازم يكون يعني همته عالية فمنحتاج أن يكون فيه أخصائي نفسي علشان يرفع من هذه الهمة في وقت معين منحس أنه المريض يعني وصل لمرحلة أنه هو يعني التباطئ أنه هو فقد الأمل فمعاود نعيد نرفع الهمة مرة تانية بالأخصطاء النفسي نعم ممتاز طيب أنت ذكرت بعض الفروع والخدمات التي تقدم في هذا المركز وأيضا ذكرت من ضمن الحالات التي تتعالج في هذا المركز تقديم بعض النصائح النفسية لتطوير هذا هل هناك حالات أخرى يتم علاجها في هذا المركز؟ نعم هو في قسم خاص للأطفال الآن الأطفال اللي هو من سن سنتين إلى سن 13 سنة هذول لهم قسم خاص سواء الإصابة عصبية أو الإصابة مثلا كسر حادث أو من هذه كلها تندرج تحت قسم الأطفال الآن قسم البالغين ينقسم إلى قسمين قسم إصابات الجهاز العضلي العمود الفقري والمفاصل زائد إصابات الملاعب بالنسبة للشباب هو ممكن تكون على فكرة الإصابة إصابة عادية لكن تندرج تحت إصابة ملاعب يعني مثلا من أشهر الإصابات اللي موجودة في إصابات الملاعب مثلا إصابة الرباط الصليبي صحيح كلاعب كرة قدم محترف أو كلاعب كرة قدم ممكن ينصاب بالإصابة بالرباط الصليبي في الملعب صحيح لكن ممكن يعزك الله واحد في الحمام أوكي وزلق صح وجهته نفس الإصابة فتندرج تحت إصابات الملاعب مع أنه ممكن يكون عمره مدخل ملعب صحيح بس أنه خلص درجة فالقسم قسم بالغين لإعادة تأهيل إصابات العضلات والمفاصل والعمود الفقري نفس الشيء قسم بالغين لإعادة تأهيل الإصابات العصبية جميل طيب دكتور أنا إذا بتكلم الحين عن عن العلاج الطبيعي وما ندخل في إعادة التأهيل أيضا ما أدري فيه شغلة خاصة الأطراف الصناعية أو كذا ما أدري هل المركز يقدم مثل هذه كويس أنك ذكرتني إحنا عنا قسم اللي هو بسموه أورثاتيك بروستاتيك اللي هو الأطراف الصناعية زائد المساعدات التقويمية الآن أطراف الصناعية كطرف صناعي كبديل أطراف صناعي ما عنا لكن فيه أشياء تانية بيحتاجها المريض اللي هي تقويم هو أطراف موجود لكن فيه فلا تفوت مثلا فمنعود منعيد إعادة تقويم الزوايا الخاصة بالقدم تقويمياً طبعاً عنا قسم خاص وعننا ورشة ورشة عمل فيها يعني بيقوموا بتصنيع الأشياء المطلوبة سواء كانت اللي هي كلها خاصة بالقدم أو اللي هي تقويم المفاصل مثل مثلاً الأطفال اللي بيكون عنده بيكون عنده تشنوجات عضلية فبيكون شكل اليد فيها تشنوجات عفوا فمنعمل جهاز تقويمي لإعادة وضع اليد في شكلها الصحيح بعد ما يخلص الأخصائي من الجلسة علشان تحافظ على النتيجة ولو البسيطة اللي هو وصلها الأخصائي طيب الآن يعني كل هذه الخدمات الجميلة والمميزة يعني السؤال الذي يتوارد في أذهان معظم الناس ممكن نسأل الدكتور بالنسبة للجلسة المناسبة في المكاتب للدوام الطويل ما علي معاذ بس بعد هذا السؤال قبل أن أدخل في أسئلتكم دكتور يعني اللي يبغي يتواصل معاكم هل يتم الذهاب مباشرتين للمركز أو من خلال تحويلات طبية أو كيف بداية هو تحت تحويلة تحويلة مبدئية أو أولية فقط وبعدين التواصل كله بيكون معنا يعني على المراجع أو المريض أنه هو يروح على أي مركز من المراكز التابع على هيئة الصحة أو مستشفيات هيئة الصحة والطبيب إذا شاف أنه محتاج يراجع مركز العلاج الطبيعي نعم والطبيب اللي هو يحاوله مجرد تحويل بداية أولي للجلسات العلاج طبيعي في مركز دبي العلاج طبيعي وعادة تأهيل هي بس تحويلة أولى وبعدين المتابعة كلها بصير لأنه إحنا عنا على فكرة كمان قسم للأطباء الاستشاريين في العلاج الطبيعي اللي هما بيعيدوا تشخيص المريض وتحويله على القسم المناسب التابع له طيب دوامكم الساعة كم لا ساعة كم دكتور دوام الحكومة من السبعة ونص إلى تنتين ونص يلا إن شاء الله يمددون الدوام عندكم يا ربي يخلونا فترة مسائية إن شاء الله مدري ويكتغير يوقت هذا الكلام عموما معاذ حجازي يتكلم عن الجلسة مناسبة للمكاتب وقت الدوام الطويل بما أننا نحن تمنين أن دوامكم مستوي طويل هذا القسم هذا القسم اللي هو قسم بسموه الأورغونومي اللي هو كيف يتعامل الموظف مع بسموها الورك ستيشن صحيح اللي هو هذا يتطلب شيء من الموظف نفسه إلى جانب شيء من الشركة اللي بيشطل فيها الموظف الآن الشركة اللي بيشطل فيها الموظف مطلوب منها إنه هي توفر له المكتب المناسب الكرسي المناسب الارتفاعات المناسبة الاضاءة المناسبة يعني الجو الأطمسفير المناسب زائد إنه أه لو våحد مثلا يكون يشطع Gibbs لما يكون التليفون اللي هو بسموه هاند فري اللي هو بنحط تحت ما بين الأذن وما بين الكتف لا يكون سماعة على الساس أنه هو يكون رأسه مستقيم الآن الجلسة نفسها على الكمبيوتر هذا شيء لما يكون كل شيء متوفر هذا شيء راجع للموظف نفسه أنه هو هذا على قولة واجد فلوس الدكتور أنت يريد واجد فلوس الآن بزع له منه الشركات لا بس هو للأمانة نتصور أنا راح أقول لك الدراسة صارت باللسبة للشركات التأمين خلنا نتكلم دكتور راح أحينا خلنا نتكلم عن نطاق الفرد الواحد شو ممكن يسوي المساكين هو النطاق الفرد الواحد رجاء على كل الموظفين الكمبيوتر بشكل خاص والموظفين التانيين بشكل عام اللي هو على دسك يعني ما تقعد فترة طويلة الجلسة ما تكون أكثر من ساعة خلال ساعة خد بس يعني خمس دقائق أنك أنت تعمل شغلة إحنا نسميها بياخدوا منك بالضبط خمس دقائق سوي أول ماشي نفسه يعني لو تمشي لمدة خمس دقائق تعمل إطالات بنسميها بالعربي للرقبة بالعمود الفقري والأكتاف راح يكون راح تغنيك على أنك أنت جلسة بعد ثمان ساعات خلال شهر أضرب في أقل شيء ستة شهر أكيد راح يجعليك يوم وتيجعني على المركز لكن إذا انت حافظت على نفسك ما راح تيجعني صحي دكتور الآن يعني في ضل الحياة اللي نعيشها حاليا هناك الكثير من الأمور اللي تخلي حتى الأطفال نمط حياة الأطفال المختلفة تماما عن نمط حياتنا نحن كنا أطفال نعم الجلسة الطويلة في الإلكترونيات وكذا وغيرها وآيض أمور تغيرت فأنتوا في مركز بيلي العلاج الطبيعي هل كانت عندكم أو تم استحداث بحث الحالات اللي في الفترة الأخيرة تشفتوها يعني وبدأت تتفشى في هذا المجتمع هذا السؤال جدا جميل السنة اللي فاتت أنا عملت عملنا في المركز يوم العلاج الطبيعي العالمي وكان تركيزي على شغلتين أول شغلة كان تركيزي عليها اللي هو الحقيبة المدرسية والله لو تحمل حقيبة المدرسية لطفل في صف الثالث لو تحملها أنت رح تلاقيها مش أقل من وزنها مش أقل من 15 كيلو نحن على يامنا ما شي حقيبة سير ما شي حقيبة سير الآن في الحقائب اللي هي بجروها بعجلات يعني هذه جدا أحسن من الحقائب اللي هي تحمل على الكتف لما ولد صغير عمره 9 سنوات وغالبا بيكونوا هم يعني أحجامهم أحجامهم جدا صغيرة يحمل شنطة مدرسية وزنها أكثر من 15 كيلو كل يوم رايح راد سبب لي عاقة أكيد 100% الآن في عندي أنا اللي هي بسموهم اللي هم المراهقين هذا هذا لسه بيعمل شغلة يعني أكثر فداحة أنه هو بيحمل الحقيبة بهذا الثقل على كتف واحد لأنه هو عيب يحملها على كتفين فبعد حوالي سنة بيصير عنده انحراف جانب في العمود الفقري اللي احنا منسميه سكوليوسيس صحيح إذن الاهتمام بالحقيبة المدرسية أهلا أحدثتنا عن التواء ساق وقدم الرضيع عند الولادة نتيجة لضيق الرحم الآن هذه المسميات اللي هو بسموها أكوينس ديفورمتي اللي هي خلن اختصر شوي دكتور اللي هي الإعاقات اللي بتصير يعني بعادة تشكيل القدم من طريقة الدليفوري اللي هي الولادة بالنسبة للحديثي الولادة هذه سهلة جدا لكن ما يصير فيها إهمال يعني مجرد ما يصير فيه ولادة أخصائي الأطفال ممكن يميزها بسهولة جدا بس المهم أنه هي ما تترك حتى ما تأخذ الشيب أو الشكل الشيب الجديد اللي هو رح يكون صعب ترجيعه إلا بعلاش طبيعي مكثف أو عملية جراحية في بعض الأحيان طيب دكتور أنا عيسى قال لي أنهي البرنامج وأنا ما ودي أنهي البرنامج لكن للأسف موضوع ويد مهم كان المفروض أن أعطيه حقه بشكل أكبر لكن كلمة أخيرة في أقل من 30 ثانية الكلمة الأخيرة لكل الناس مش بس المرضى أحاول أنه أنت تكون عندك الحرص أكثر علشان ما توصل لمرحلة أنك أنت تلتزم بجلسات علاج طبيعي طبعا إحنا بسعدنا أنه يجي الناس عندنا لا 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 ما يسعدنا إن شاء الله أيون زيارة ما في مشكلة لكن مصابين لكن زمان قالوا أنه درهم وقاية درهم وقاية خير من فهو الآن بس الإصابات اللي خارج عن إرادتنا مش بيدنا لكن الإصابات المكتبية واليومية في سؤال آخر يقول الآلام الظهر متسبب من العضرات بدون أي مشاكل بالعظامة والعمود الفقري أنا هذه الأسئلة إن شاء الله ووعدكم مستمعين أنه بيكون لنا لقاء آخر وما نتكلم دكتور أنه في موضوع وايد مهم بالنسبة لي هي الألعاب الإلكترونية ونمط الحياة الجديد بالنسبة للأطفال هذه لازم ننتبه لها مستمعين الكرام عمونا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد تقبلوا تحياتي محدثكم أنا ما شكر دكتور عصام علي الميخي أخصائي أول مركز دبي لإعادة تهيئة شكرا لك وأيضا كل شكر لإشواق مسعد في التنسيق وعيسى سبيل في الأخراج وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى أن نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي